لازم تشوف انه العالم يقف مع المجتمع الفلسطيني يقف مع الشعب الفلسطيني العالم واقف ما تبص على المظاهرات اللي في بريطانيا علشان تعرف هو العالم الرأي العالمي ينطفض لأجل فلسطين ولا لأ طبعا وفي فرنسا بالمناسبة للأسف اتمنعت المظاهرات في ميدان الجمهورية الا انه وقف المتظاهرين اجانب كانوا او عرب حول ميدان الجمهورية او سحة الجمهورية للتظاهر لأجل الشعب الفلسطيني طيب الكل قد يقوم بحقه الطبيعي في انه يرفع الرأي الفلسطينية وتظاهر لأجل الفلسطينيين ويرفض اراقة الدم الفلسطيني وهذا العدوان الغاشم على الاراضي الفلسطينية بس في مصر الوضع دائما اكثر اختلافا او قل انه اكثر عملية من المحافظات المختلفة هاعرض قدام حضرتك على الشاشة انت شايف السيوت والمينيا والمنوفية واقدر اقولك انه تقريبا السبعة وعشرين محافظة تقوم بالتبرع بالدماء لأجل اهالينا في فلسطين الحاملة الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي او لو حبيت نسميها بالمسمى القانوني والدستور السليم الحاملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية اللي احنا بصدد القيام بيها اعلنت انها ايضا تقوم بالتبرع بالدمة بل وتدعو للتبرع بالدماء لأجل اهالينا في فلسطين كل ده هو مشهد كامل او متكامل مشهد ما بين شعب شعب مش المية وخمسة مليون انا بكلمك من بداية القرن العشرين يعني احنا بنتكلم تقريبا في انه مئات الملايين من المصريين على مدار تقريبا مية وعشرين سنة كان ده المشهد الطبيعي بتاعه مئات الملايين من المصريين احنا النهاردة عايش على هذه الارض مية وخمسة مليون فما بالك من تقريبا الف وتسعمية وسبعة وحتى الان